لربما يعيش اليمن الآن مرحلة حسم الخلافات هناك في الأروقة المغلقة يقرر مصير اليمن وشكله ومستقبله دون مشاركة للشرعية هكذا تقول الأخبار المسربة عن مشاورات تبدو أكثر تقدما تجري بين الحوثيين ومسؤولين سعوديين بشكل غير مباشر تحت رعاية المخابرات العمانية بحسب المصادر فإن المفاوضات حققت تقدما ملحوظا بعد تبادل الزيارات بين الحوثيين والسعوديين في أكتوبر الماضي حيث جرت توافق على ملفات عدة متعلقة بتأمين الحدود السعودية ووقف الهجمات العابرة للحدود مقابل دفع مرتبات الموظفين في مناطق الحوثيين وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي أبلغت الموظفين في مناطق سيطرتها أنها اتفقت مع السعودية على دفع المرتبات خلال الأسابيع القادمة مشترطة توقيعهم على مدونة السلوك الوظيفية للحصول على مرتباتهم ذهاب السعودية لحل خلافاتها مع الحوثيين بشكل أحادي بالتأكيد لن يكون حلا عمليا لأنه سيبقي على أساس الصراع وهو أن ميليشيا مسلحة انقلبت على الدولة وقاتلت اليمنين في سبيل حكمهم بالقوة وفق هذه المعادلة تتحرك السياسة السعودية أملا في توفيت ورقة يسعى الغرب جاهدا لاستخدامها ضد الرياض في كل الملفات لكن ماذا عن بقاء العلاقة الحوثية الإيرانية؟ فالواضح أن التأثير في هذه العلاقة يبدو صعبا للغاية كما أن الشكل النهائي لهذه الصيغة إن كانت حقيقية وتجري فعليا فهي تعني أن الحوثيين حصلوا على مكاسب دون تقديم تنازلات وبالتالي فإن إحلال السلام وفقا لهذا التصور أمر غير وارد لأنه ليس من السهل أن تأمن الحوثيين المرتبطين بأجندات إقليمية ثم أن بقاء اليمن في دائرة الحرب وعدم الاستقرار تعني بكل الأحوال عدم الاستقرار في المحيط والإقليم